أيضا من الحركة الاقتصادية ومن الحركة السياحية التي توقع أن تكون أكبر بكثير وكانت التحضيرات لاستقبال حركة سياحية بحجم أكبر بكثير مما هي عليه الآن وبالطبع حملة المقاطعة كما سمعنا أيضا هي بتتصدر كافة العنوين التي تغطي تغطية إعلامية لليورو فيجين على رأس العنوين حملة المقاطعة ونشاطات المقاطعة المقامة كنت قد ذكرت في الإطلالة الأولى النشاطات المستمرة التي سوف تستمر على مدار اليوم وأيضا هذا النشاط الذي نتواجد به الآن هو في جولة في البحر ومن ثم سوف ننتقل لجولة في اليابسة أيضا تتحدث عن الأحياء وعن تهجير الأحياء العربية يتم الشرح الآن في ثلاث لغات في العربية العبرية والإنجليزية أيضا من أجل توصيل الرسالة لكافة الموجودين ويعني توصيلها لكل العالم ويعني قول المقولة بشكل واضح ضد اليورو فيجين في إسرائيل وضد الدعاء الديمقراطية والسلام وتقبل الآخر فيما إسرائيل تستمر بكافة انتحانها بحق جميع أبناء شعبين نعم سنكون معك بالمحطة الثالثة وسنختتم البرنامج من أرضينا المحتلة في الداخل وأيضا حركة المقاومة وفعليات المقاطعة الرافضة لليورو فيجين ومسابقة الأغنية الأوروبية في الداخل وسأتحدث قليلا عن ما طالبه بفضح الانتهاكات الوزير أحمد عصاف حيث طالب المشرف العام للإعلام الرسمي الوزير أحمد عصاف في رسالة عاجلة الرئيس الاتحاد الإذاعات العربية محمد العواش بفضح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي والتي ترتكب في سياق تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية اليورو فيجين وأوضح أن سلطات الاحتلال تقوم ببث معوات ترويجية مخالفة للقانون الدولي كاستخدام خارطة فلسطين التاريخية باعتبارها دولة إسرائيل كشعار المهرجان الأمر الذي يعني إلغاء وجود دولة فلسطين وإلغاء وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها نعم مشاهدينا وأكيد رح يكون في لنا أطلال أخرى مع زميلتنا سلام المشرقي وجولة أخرى من على اليابسة كما ذكرت مع النشطاء الذين ينظمون هذه الجولات سواء كانت البحرية أو أيضا في يافا لتعريف السياح هناك عن المدينة العربية أيضا في الداخل الصورة هي مباشرة من بحر يافا نكمل إياكم ما كنا نتحدث عنه سابقا وفقرة الأطعمة المفيدة جدا في فترة الصحور بالعودة إلى إخصائية التغذية نشاق وبج ونرجع بنحكي عن الوجبة أو صحن الوجبة الضروري اللي يكون موجود بدي أحكي شغل عن طقوس رمضانية عن الحلاوة طقوس رمضانية وهي أشياء بنجيبها بنحطها في تلاجمنا كلهاش المربى والزبدة وفي بعض الناس اللي بتدبها مقالة صحيح يعني بشكل عام إحنا بنكون خايفين خلال ساعات أو قبل بداية شهر رمضان تكون حاسس أنه أنت داخل على إشي جدا غريبة على الجسم وكل سنة بجدد هذا الخوف مع كل الأفراد بشكل كتير أساسي إحنا بنجي بنحكي فعليا الأشياء اللي بتحتوي على نسبة عالية من السكر ما منصطلها أبدا على وجبة الزهور يعني فعليا بتزيد العطش خلال ساعات اللي صيامت جدا طويلة بالإضافة أنه إحنا حاليا عم بنمر بموجات حر جدا عالية فالسكريات دائما بتأثر على انتظام نسبة الأنسلين بالدم خلال ساعات اللي صيامة خاصة لمرضى السكري بشكل كتير أساسي هلأ موضوع الحلاوة في عنا خيارات ممكن نحكي إنها أفضل من ناحية السكريات ومن ناحية البروتينات والألياف فبشكل كتير كبير منحاول برضو نتجنبها ممكن إذا شخص كتير بحب هذه النوعية من الأكل إنه ندخلها مرة لمرتين أسبوعيا مش أكتر طب يعني إحنا منذكر هون كمان إحنا في ظل هالفتر ارتفاع على درجات الحرارة وهون متحدث عن تناول الماء كمان على وجبة السحور ما ننسى وما ننسى كمان العصائر على السوري اللي مع بي سكر واللي هي أرد موجودة عندنا في البيت فبالتالي ممكن تناولها في أي وقت فهون كمان تحدث عن خصوصية تناول بالأخص العصائر اللي فيها سكريات بالنسبة عالية كمان على وجبة السحور تمام هلأ إحنا أول نقطة حكيتي عنها اللي هي موضوع الماء وفي عنا معتقد دائما غريب بالنسبة للماء إنه شخص قبل الأدان خاصة إذا كان صاحيا على وجبة السحور ممكن يخلص النينة النينتين إيش ما قدر يشرب ماء بيقدر على الأساس إنه هو بخزر لكن الفكرة الأساسية إنه الجسم نهائيا ما بيستفيد من عين ماء الجمل فقط هو من يخزن ماء صحيح مية بالماء فالمشكلة إنه الشخص بصفي عم بيمر بمرحلة بآخر ساعات لصيام بيمر بمرحلة جفاف جدا قوي ليش؟ لأنه دخل نسبة كثير من الماء على الجسم رح تطلع بطريقة أسرع أي جزء من الماء إحنا ما بيحتاجه الجسم ما بيحتاجه لأي عملية داخل الجسم رح يطلع بشكل أساسي رح يطلع بأكتر من طريقة يا إما رح يطلع من خلال البول يا رح يطلع من خلال العرق فخلال هذا اليوم هو فعليا رح يمر بفترة عطش أكتر من الشخص اللي شربوا الماء بشكل تدريجي كيف ممكن أنا أنهي الماء وهي كتير الناس ما عم تزبط معها بشكل أساسي لأنه عم نحكي عن ساعات إبطار جدا بسيطة دائما بدنا نحاول نشرب الماء كبداية على وجبة الفطور لا يعني ما نحاول نزيد عن كاستين ثلاث كاسات على وجبة السحور وخلال فترة الإبطار لو أخذنا كوب لكل ساعة هذه النقطة بتساعدني أنهي على الأقل 6 إلى 8 أكواب يوميا اللي هو بيكون نوعا ما عوضنا الاحتياج اليومي للماء بالنسبة للمشروبات الرمضانية الجاهزة فأنت بتحكي عن أشياء بتحتوى على نسبة سكريات جدا عالية وهي مشكلة سلبية مش إيجابية هلأ ممكن أنا أحضرها بطريقة تانية ممكن أبدلها بإشي تاني لأنه المعظم بيحاول أنه على وجبة الإفطار بداية يكون فيه عندي نوع من أنواع العصائر لتسهل اللي هي موضوع الهضم يعني ممكن أننا نحضر التمر الهندي بالبيت وننقع ونعصر لمون ومي وخلاص تمام شكرا لكثير شكرا لهاي النصائح لأنه عن جد بتفيد الكل خاصة أنت بعد شهر رمضان كمان بصير عندك حال استثنائية ممكن وزن زيادة ممكن مشاكل أيضا في نظام الغذائي هذا اللي كمان ممكن يكمل معك شكرا لتواجدك معنا ربضان كريم يسعد صباحك يسعد صباحكم يا ربي شكرا لك مرة تانية ومشاهد نحن نواصل لبافقتكم بهذا المشوار الصباحي دقائق ونواصل معكم أيضا لمحطة صباحية أخرى خليكم معنا شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونشكر هالشخص على هالبسمة اللي دايما عودنا الانسان اللي بنشوفه دايما على إشارة المرور في شرع الألسان مقابل مقاطعة وهو قيصر حنون باقي على المناديل الورقية صاحب الابتسامة اللي بتأسر القلوب وكل حدا تلقائيا بيكون مع قيصر مش بس عشان المحارم الورقية بس عشان أخلاقوا لطافتوا وابتسامتوا اللي تعودنا عليها صباح الخير يا قيصر اهلا سهلا انا اسمي قيصر حنون باقي محارم والحمد لله رب العالمين انسان دارس تلت سنين بزنس ادمنستراشن في بداية السنة المقبلة ان شاء الله تعالى عمال اللي بدأكملها وان شاء الله يكبر محط طموح لأكتر لدراسات كمان وخلوه يعني اكيد شوف بالعادة كمان حكيت نورا عن شغلة هو تقبل الآخر في مجتمعنا ممكن يكون مختلف في حالة من الأحوال تعودنا على بعض الشباب اللي بيجي بدو يمسح لك الكزاز بطريقة انه يقلب الشغل من شغلة لطيفة لتسول واللي شفناه انه انت كنت وجهة ايجابية لهذا العمل انه انا ما بتسول انا معاي خدمة وبعطيكم اياها انت بتروح تلقائيا للمحلة تشتريها انا وصلت لك اياها لعندك بتحتاجها بالسيارة بتحتاجها بجيبتك بتحتاجها في المكتب بتحتاجها في كل مكان كميش الفترة الزمنية اللي لك بتشتل فيها ببيع المنديل الورقية احنا بنحكي عنتا قريبا ما يقارب ثلث سنين ثلث سنين بلشت مع اشارة العصرية ايون وانتقلنا لشارع الارسال شارع الارسال كنت عند منتزه رمالة كمان والحمد لله يعني الامور تمام هلأ هي الشي بيعتمد على القناعة هلأ قناعة الشخص بنفسه قناعة الشخص بالرزق اللي اللي عمالها بتجيله قناعة الشخص بالناس اللي عمالوا بيحمل مسئولية ليلهم يعني أنا الحمد لله رب العالمين عمالة بدرس بنفس الوقت بعيد أسرتي وانا قناعتي في نفسي أكتر احنا كمان عم نشاهد صور لألك وانت هون إلا في موظف الهيئة في هيئة الدعوة التلفزيون طبعا أنا غير انه شغل المحارم بشغل في شركة خدمات في التلفزيون وغير هيكي انه أنا يعني غير هذا الشغل كمان بشغل أي إشي يعني بشغل في تنظيف الحدائق تنظيف الجنائين ولكن على الطلب يعني مش إنه مشكل يومي ولكن يعني أنا بشغل أكتر من شغله هي شغلة الأولى والأخيرة ومش المحارم كيف بتأسم وقتك كمان بين كل هذا الشغل حتى بالنهاية تلبي الحياة الكريمة لإلك صحيح يعني إنه الحياة إحنا بدنا نكيفها يعني ما بدنا نستسلمها إحنا عايشين في أي حدا في أي مشكلة أو في أي وقت إنه ممكن تطرع البني أدب من كتير مشاكلة وممكن إنه وصل لمرحلة إنه حد نيأس لا ليش نيأس؟ يعني أي إشي في الدنيا هو خير نظرتك تفاؤلك في الحياة سديني إنه في أشياء بتلاقيها شر ولكن جواتك كتير خير إحنا هاي الأشياء إذا إحنا بنكتنع فيها سديني إنه الحياة شو ما بتعطيها الحياة بتعطيك وهي يعني رسالة إحنا كتير مرسوطية فيها شفت كم تشوف قيصر فيه تحديات والحياة ومش كل مكان ممكن يستقبلك زي ما أنت بتحب أكيد شفت كتير من الصعوبات اللي واجهتك في أكتر من شغل وتحديداً من المكان اللي إحنا يعني الكل بيشوفك وبيبتسم لدرجة حتى يعني يمكن اللي كانوا شوفوك بشارة ثانية يخسروا شفتك وصاروا يدوروا عشارة اللي أنت فيه صحيح شو أكتر الصعوبات اللي واجهتك في هذه المناطق؟ شفت بيشوفي كتير صعبات حيلاً أنا مشكل كنا الأمور ماقدر أبيح فيها فبروحني مبتسم عادي هاي رزقتي هاي نصيبة وهذا الإشي يعني بتلاقي كتير متوفر عكتير الناس سواء في مناطق شغلهم في مناطق عملهم إنه ما فيه شي إنه أممكن أن أزعر عليهم على ماممكن إنه أستصعب من هذا الإشي ممكن هذا الإشي يدرني بس إذا إحنا مننظر للمدع البعيد بقناعة بإيمان بإيمانك بنفسك سدي إنه هذا الإشي أنت راح تكون سعيد. إذا أنت بتكون سعيد من جواتك. هذا الإشي يبنكس على الناس الحواليك والبيئة الحواليك. وهي هي بس أنك تكون كتير قنعة في الحياة. تحدثنا عن أنك أنت تقابل المارة في الشارع هناك بالابتسامي ومعروف عنك صاحب الوجه المبتسم. طب يعني في المقابل ماذا يقدم لك؟ ما بنقول عن عملية البيع والشراء للمحارم ولكن عملية التواصل الجسدي ربما بين المارة وبينك أنت. أنا الحمد لله بطبيعتي هيك. أنا بطبيعتي عمالي أنا بتوصل مع الناس دائما أنا. يعني ما أني مثلا بفكر كيف مثلا الشخص اللي أنت بتيجي تمره أنت أنا كيف بدي إياك تشري. لا أنا هيك طبيعتي. وهذا الإشي معكوس في بيتي. معكوس في جامعتي. معكوس في أماكن شغلي وإلى غري. هلأ اللي بدي أقوله شي واحد. أنه أنا إيش الحياة ما بتقتصر على الحياة المادية. لأنه إذا أنا بدي أقارن الحياة بالحياة المادية. أنا فعليا راح توصل لمرحل إنه ينتهي هذا الإشي المادي. إذا أنا بطلع على الحياة أو بطلع على الأشخاص اللي أنا بقابلهم بروح بروح الحلو بالابتسامة بالإنه إذا حدد أسائل اللي أقابله بالإشي الحلو وهي إي كان بداية الانطلاق اللي إلي. إنه فعلا إن أنا قبل قبل ما تمتنطر القصة تعطي وقبل ما إنه يتم عرض على الوساء الاتصال إنه كتير الناس كانت عمالة بتسيء ولكن أنا أتقبلها بإشي بإشي حسن. أتقبلها بالإسلوب اللي أنا اللي تربيت عليه أو بالإشي اللي الرسالة اللي عمل عمالة بدأ وصلها لأولادي بهذا المجال. وهذا الإشي اللي لأول ناس إشي شوي يعني إنه في حدا إنه إحنا منسئله وراكن بواجهنا في هذا الشي. إنه فعلا إنه ممكن أنت تكون مارئ بالشارع بس أنت بتكون مضغوط أو إنه صاير معك شي ما بدك تشتغل تيجي الفش فيك. صحيح. حيان اللقوف على الإشارة نفسه بيعمل مزيد من العصادية خاصة إشارة إشارة عم صباحي تلقائيا معروف في فترة الترويحة يعني بتفتح وبتسكي الإشارة وإنت أواكف مرتين وثلاثة. صحيح. وحتى أنا الحمد لله يعني غير إنه في هذا المجال إنه يعني إنه أنا مكتصر لإني أنا في يعني بحب البلد بحب أولاد البلد بحب الناس فعمالة بأظهر لهم الإشي الإشي الحسن أو بحاول أظهر لهم إنه إذا بلاقي منهم تصرف سيء بحاول إنه أغيره بطريقة كتير حلوة. يعني هاي كتير أنا عمالة بعملها يعني وكتير صارت في هاي الإشي. من ضمن الأشياء اللي صارت جزء راح تستغرب أو أول مرة بقولها. أنا بمروا كتير ناس أجانب بيشتروا. فبحاول أعطيهم سعر غير عن البلد يعني كيف. أنا بحاول أعطيهم يعني إنه حدا شي فري يعني مسك. فبيتفاجأوا ليش. طبع يعني هم متعودين على الباكات الأربعة. أنا بحاول أعطيهم التنينة بأربعة. معنه مش بمربح ولا شيء. ولكن بحاول إنه أبرز للناس للبرة أو الزائرة للبرة إنه اللي اللي حامل الكلينيكس أو إنه الشخص اللي قدامكم. هو صاحب رسالة مش صاحب إنه مادة أو صاحب إنه كذا. فإنه بيتفاجأوا. الله برافو برافو. عليك وصفك يعني. آه والله صديقي. شكراً كتير يا قيصر. بدي أحكي عن لقاءك مع السيد الرئيس واللي دائماً بيدعم كل الشخصيات اللي في الوطن بكل أماكن عملهم. تاكي لعن كداش أهميتها للقاء في حياتك وكداش أو شو هيك الحوار اللي دار بينك بين السيد الرئيس لأنه نتعود عليها هاي دائماً منه بحب بابتسابة أيضاً. أولي الصباح الخير لا. وهي الصورة على الهواء كمان. الله يسألك. أهلا. أولي الصباح الخير لا سيدة الرئيس يعني. جد أنا من من أكثر المواقف اللي اللي كتير أنا انبسطت فيها واللي شيء اللي أثرت من جواتي من ناحية المعنوية. أنا جد يعني أنا كتير كنت مبسوط جداً إنه إنه الرئيس يعني استقبلني عنده وكان الحوار إنه دعم فئة الشباب حثهم على التعليم. أنا من ناحية معنويني غلاني إنه من ناحية التعليم إنه أصر عليه بشكل كثير كبير وفعلاً يعني إنه خلال حديثه إنه التواضع والأشياء اللي نكلها من خلال حديثه فعلاً والله إنه ما هي مجاملة يعني إنه شخص بسياته إنه بينظر للبساطة الأمور ربما يعني. للبساطة الأمور هاي وهو ملم لإلها وهي الأمور جداً جداً كذي أثرت فيه وناخلي نفسي وعززت علي شغلات كثير إنه أنا فعلاً أتواصل في الحياة وأكافح صعوبات الحياة وهيك يعني إنه واحد يفتخر بنفسه ويفتخر بعطاءه وتكون رسالة للأجيال وللناس اللي بسيطة إنه لأ يعني إنه هاي الأشياء ممكن يتصير معكم وفي حداً مهتم لإلها وفي حداً إنه بلتفت لإلها وبنفس الوقت إنه زي إنه هيك يعني إرت لأولادي إنه أنا إنه أنا إن شاء الله بعد فترة إنه من خلال خلص شهاتي أتوضب شهاتي إنه بيوم من الأيام كافحت في حياتي وكافحت في عملي لا أوصل للأشي اللي بديه. في هذا الوقت بتكترتي محارم؟ لا طبعاً مش إنه لأ لأنه أنا شغل غلط لا إنه أنا حالياً إن شاء الله بداية السنة عمالة بدي أكملها إن شاء الله من خلال شهاتي اللي أنا بدرس بيزنس إدارة عمال إن شاء الله بعد شهاتي رح أركز على موضوع التجارب اللي أنا اكتسبتها في حياتي وكتسبتها بالشارع ومن خلال المزار وعمل منها الشركة؟ طبعا إن شاء الله طب يا رب قصر بس بالآخر أنت متزوج عندك أولاد؟ أنا عندي الحمد لله رب العالمين أول شيء صباح الخير لأوالدتي أمي لأخواتي وصبح عليهم وصبح على زوجتي يعني شخص الإنساني القوي جداً اللي من جواتي اللي واقف معي على صراء وعلى ضراء اللي أنا بفتخر فيها الحمد لله رب العالمين لبناتي لسيدرة بداية صف أول ست سنوات لبنتي ثالث سنة ونص وإن شاء الله بنتظر كومة زوجتي بالسلام إن شاء الله إن شاء الله تأمي بالسلامي ويخلي لك الصبايا وعائلتك كمان الله يساعدك كل التوفيق لإلك الله يخليك أنا الحمد لله يعني أنا جد هدول أنا بشوف حالي فيهم يا رب إحنا كمان نشوف حالنا فيك ومشاء الله عنك ومن أحلى اللقاءات اللي مرت بحياتنا وجودك معنا الله يساعدك كل التوفيق لإلك ألا أتشكرك الله يعطيكنا الحال شكراً لإلكم وشكراً للجميع وشكراً للناس اللي تشترون عندي ألا نخليك رب يشكراً لك مرة تانية ومشاهدين إحنا أشرنا في لك البرنامج أنه زميل الأهاب الضميري رح يطلانه على الأجواء في طول كرم من بعد الإفطار خلنا نشاهد بهالمحطة الصباحية كيف هي الأجواء في طول كرم كل التحية أكيد لإلكم أجواء ما بعد الإفطار في محافظة طول كرم وتحديداً هنا في مدينة طول كرم أجواء جميلة جداً بنشوف الناس بذهبوا باتجاه الأسواق والشوارع بخرجوا إلى أماكن كثيرة ممكن يغيروا فيها جو وممكن كمان يتسوقوا وخاصة أنه في شهر رمضان أيضاً يتم التحضيرات للعيد هنا نحن موجودين في طول كرم في منطقات ما تسمى شارع باريس أو معروف كثير للناس من الشارع باريس في طول كرم خلينا نشوف الأجواء ننصدها أكثر مع الناس نشوف ما بعد الإفطار إيش بيعملوا الناس عادة إيش المواطنين أبناء شعبنا في طول كرم إيش شعاداتهم إيش بتصرفوا مع هالأجواء الجميلة جداً هنا في هذا الشهر شهر رمضان شهر الخيضة والبركة والإحسان نتفضل نشوف هنا أحد المواطنين اللي هو يعني بعد الإفطار واضح أنك تطلعت مع العيلي حكي لنا شوي كيف أجواءكم وشو بتعملوا بعد الإفطار المصوط أبس الخير أول شيء كل عمته بخير أنا من النصوط مش من هون من الثمن واربين من الناصري أنت من الناصري أهلا وصالفك تعرفها من الناصري فريد سندياني من الناصري أهلا وصالفك فيك الله يساعدك خليك أجواء ممتازة والله أول مرة باجعته الكريم ومبسوطه كتير والله جينا أفطرنا هون ويعم نتجول بالسواق تشوف حلو المنطقة حلوة كتير جداً فيها كل شيء أمر كل فقط بخيرنا والحمد لله مبسوطين وكيفين وناس طيبة ومحترمة يعني بالرغم أحياناً أنه يعني الظروف شوي صعبة على الناس لكن إحنا واضح أنه شعبنا أو أهلنا سواء أنتوا اللي في الثمانية وأربعين أو حتى إحنا هو المصرين أنه نعيش الحياة بشكل طبيعي هذا الإشي قديش إحنا منشوفه بعد الإفطار في الأسواق في التسوق والله ممتاز ودع ممتاز يا الكل بطالة والكل مع عياله وما ببسطين وشايف كل شيء كل شيء مرتاب ومنح هنا ممكن ببسطين يعني يعني أنت طلعت السواق كمان غير طبعاً معلومياً مع العيلة كمان والبنات والكل وما ببسطين بشوف الأهل والصحاب وحبايب هون كلها أغلبها من الناصر فيه كمان وين كتير من الناصر تمام شو اللي شيء اللي بيعجبكم أنتم يعني أهلنا في الداخل في المتيجة هون عطول كرم تحديداً والله الناس الطيبة أول شغلة والاستقبال والأسعار كمان ممكن تكون شوي أرحم من عندنا شوي صغيرة والناس كتير منيحة هون يا سيد أهل وصلاح فيك من رحب فيكم الله يسدى خليك أكيد كل عام تبخير إن شاء الله ربنا بجيب عليكم الخير وعلينا شكراً لك أكيد هذه يعني جزء من أو عائلة من العائلات اللي أجت هون لأنها كمان بعد الإفطار تتسوق تشتري واضح إنه هذا الشارع هو والرغم يعني كما كلنا من الظروف الصعبة لكن يعني إصرار الناس على الحياة إصرار الناس على الصمود والتحدي وأيضاً إنه تكون رمضان رمضان شهر الخير بالعكس يعني في شايفين في حركة في هناك شعور عند الناس بإنه من الممكن إنه إحنا نواصل حياتنا بشكل طبيعي هاي الأجواء بالفعل يعني بهذا الشارع الشارع التجاري هون في طول كرم ما بعد الإفطار خلينا نشوف يعني هون برضو كل عام أنت بخير بخير شو أخبارك الله يخليك الحمد للرب طب تعرفت عن نفسك أو اللي شي إباء جلاد بنتون كرم طيب إباء أهلا وصلاة فيك إحنا ديوم خلينا نرصد الأجواء اللي بتيجي ما بعد الإفطار كيف شايف الأجواء شو بتعملوا بالعادي أنتو بعد الإفطار والله طبعا المعروف يعني رمضان شهر خير وشهر برك وشهر محبة وبتعرف يعني أول أيام الواحد بيكون ملتي بالعزايم وأول أيام شهر رمضان بتكون شوية متعبة بس هاي الأيام خلص الواحد ببلش يطلع على الأسواك يشوف يعني غير جو وتعرف هاي إن شاء الله يعني مكبرين على عيد وعندك الواحد أطفال صغار وعندك يعني زوجت الواحد وبتعرف فبليش يعني يشتري مسبقا لأنه آخر فترة العيد بتعرف بتكون الأجواء هنا مستحيل بتكون فترة يعني كتير مقتضة فالواحد بحب هاي الأيام إنه بطلع منه بغير جو ومنه شو بتسوق للعيد إن شاء الله رب العالمين كيف شايف اليوم جو السوق والله جو السوق لسه بتعرف يعني سحنا نخرف أنت سابع يوم رمضان تمن يوم رمضان لسه بكون السوق لسه يعني بداية إنه بدبل شفته فتكون لسه عن الحركة خفيفة بس إن شاء الله بالأيام القادمة هي حتا decides سور فياء إن شاء الله أنتعاش بالأسواق وvero commonly إن شاء الله مع إذا كان في أمل إن شاء الله أنه يعني يكون فيه رواتب الشهر إن شاء الله كمان السوق سيتحسن أكثر وأكثر إن شاء الله شكرا لك يا إباء الله يخليك شكرا لك وإن شاء الله نتمنى لكم أيام حلوة وكل عامة بخير وشعبنا تواصليني كله بخير إن شاء الله كل عامة بخير شكراً كثير أكيد بيتواصلين معاكم لنشوف أكثر شو أهل أجواء الربضانية الأجواء ما بعد الإفطار إيش بيعملوا أبناء شعبنا بعد الإفطار هنا في طول كريم أتعرف عليك كل عامة بخير مرحبا أتعرف عليك اسمي عدن ألين يا عدن كل عامة بخير ونتبقى البخير أهلا وسهلا فيكم من وين من باكة من باكة أهلا وسهلا فيك ولكن أنت بخير أنت بخير أحسك حاب تحكي نتعرف عليك صلاح فوات جيف لك أهلا وسهلا فيك من وين يا صلاح من باكة من باكة أهلا وسهلا فيكم كيف شايفين طول كريم بعد الإفطار إيش بتعملوا بتجنن حبنا نتجول فيها إنه إنه الأجواء مبيني رمضانية وحلوة واجتماعية من اسميلي كثير حلوة زي ماك حاكت عنا فيش أجواء رمضانية هون الأجواء أحلى والناس أكثر والناس صاحية وحلو بجينا هون نتسوق تحب طول كريم برمضان؟ آه كثير بحبها وهي بتحبك طيب بالشكل العام بعد الإفطار في مجال اليوم للتسوق في طول كريم شايفين الأسواق فاتحة ممكن تتسوق فاتحة بس مش كلها الصراحة يعني لفين شارعين إشي فاتح إشي لا نتمنى إنه أكثر يفتحوا أكيد يمكن الأيام الجاي مع العيد وإن شاء الله شو أنت اليوم عملت بعد الإفطار أفطرته بس وتجولته بالسوق؟ رحنا أكلنا حلويات بعدين جينا نشتري أواعي تمام ولكيت ربتكم إياه؟ آه إن شاء الله كنا عاونت بخير عاونت بخير عاونت بخير مشاهدين أيضا من أحد المشاهد اللي إحنا منلحظها ومنشوفها بعد الإفطار في طول كريم هو مشهد القهاوي اللي هو بيصير عامر في المواطنين وعامر في الرجال وفي الشباب اللي هم بيجوا بغيروا جوهل بعد الإفطار يعني هذا الشارع اللي هو بيحمل عديد المقاهي في طول كريم من أكثر الشوارع إنها بتكون مفتوحة وفيها ناس وزي ما إحنا شايفين الناس موجودة ومتواجدة في القهاوي إما بتلعب شدة أو حتى بتأرقل أو حتى بتشرب بمشروبات بردة وساخنة أكيد هذا المشهد هو مش مشهد من اليوم مشهد من زمان إحنا منشوفه منلحظه في هذا الشارع المعروف بشارع يافا والذي يضم مقاهي عديدة في طول كريم خلينا نحكي عن الأجواء ما بعد الإفطار على القهاوي كل عاوة تبخير؟ تبخير تعرف عليه؟ ثار سمكي شيك أنا أصلاف فيك واضح إنه فيه إقبال بعد الإفطار من الرجال من الشباب على المقاهي بهذه المنطقة تحديداً ليش؟ والله هون إحنا عادي عنا وشهر مبارك ومنطقة شعبية هون ومحل الأصحاب والأصدقاء يعني كل سنة يعني لنا سنين من يجي هون دائماً شو بتعمل هون بعد الإفطار لما تتجمع؟ ما فيش من نقعد مع الأصحاب كاسة شاي كاسة وهو هذا كل إشي والحمد لله يعني عادة شعبية هذا الإشي بتمش إلا برمضان ولا بغير رمضان؟ والله عادة دائماً من يجي يعني هذا محلة من أربعين سنة وإحنا من يجي هون وكيف شايف إنه برمضان هذا العام يعني الناس حافظت على بعض العادات لسه هاي العادات؟ لا حفاظها العادات ما فيش الحمد لله ما في حافظوا على العادات أنا بحكي عن هاي العادة عادة تلكه ونروح وبيجو يعني هالعادة موجودة بعضهم الأصحاب تقعدوا كل سنة؟ آه كل سنة دائماً مع بعض تمام تمام وبالنسبة لك نتعرف عليك وحكينا شوي عن بعد الإفطار اليوم موجودكم هون على القهوة آه إحنا كصاحب قهوة أنا آه رمضان هو رمضان وميزة رمضان كل الأصحاب والناس الحباية بتيجي بتلتم هنا بعد الإفطار شايف كيف؟ وبصيروا يتقربوا عن شو أكلته شو شربته شو عملته شو سويته وهي عادة يعني كتير رائعة وبتلمي الحباية وبتلمي الأصحاب وربنا يهدي بال للناس يا ربي طيب بالتالي يعني أنت بما كمان أنك صاحب قهوة أنت أبو عاد الفطوم صحيح آه الله يسعدك طيب يعني إحنا أنت كصاحب قهوة اليوم كمان شو طلبات أكثر للناس إيش بالطب الساخن بهاي الأيام ولا البارد لا والله الساخن وبارد بالطب الساخن آه ساخن وبارد عن الجهتين عن الجهتين عام صحيح هنا مثلاً بعد الإفطار أي ساعة بتبتفتح ويتببلشوا الناس تزيدهم بعد الإفطار أنا غاية الساعة واحدة واحد تنتين بالليل بعد الإفطار مباسعة تبلش ناس تجرب نعم صحيح بعد الإفطار نعم نعم تمام يا سيدي كل عام تبقي الله أرد عليكم تبقي وأهلا وسهلا بكم وينعاد عليكم وينعاد على كل المسلمين بالخير والسلام نسم وأكيد كل عام وشعبنا وفلسطيني وقيادته ومثل من سيد الرئيس أبو مازن بألف ألف خير أكيد مشاهدين يعني هاي جزء من أو مشهد من مشاهد ما بعد الإفطار في هون في طول كرم مشهد مميز جدا ما بين سوق تجاري والناس اللي هي بلشت تتسوق وبلشت تتروح للمحل التجاري وأكيد ما بين المقاهي اللي هي تصبح تعج بالمواطنين وبالزبائن خلال فترة ما بعد الإفطار حتى ساعات قليلة ما قبل الصحور وبالتالي احنا نتحدث عن عادات أصبحت مشهد من مشاهد محافظة طول كرم في موضوع ما بعد الإفطار أكيد لهون من تكون وصلنا لختام نافذتنا منتمنى لكم دائما نكون هذا الشهر شهر خير عليكم كل عام وانتو بألف خير ترجمة نانسي قنقر صباحكم مشاهدين بكل الخير بمحطات التعليم والتربية والدراسة وفترة رمضان والدراسة ومنحكي على فترة امتحانات مع بعض المدارس اللي بلشت بامتحانات نهاية العام الدراسي والفصل الثاني وأيضا بعض المدارس اللي كمان تتجهز أو منها جزء أنهى امتحان التجريبي لامتحان الإنجاز لهذا العام نعم فأحنا بالتالي أنه يتزامن هذا العام لامتحان امتحانات نهاية الفصل الدراسة الثانية العام الدراسي الحالي مع شهر رمضان ومع الصيام كيف يمكننا التوفيق بين متطلبات الدراسة التحضير التركيز أيضا للامتحانات والصيام تفاصيل أكثر وهل نصائح منقدمها لألكم مع ضيفنا بالستوديو مدير مركز الشخص المهم إياد حمود أهلا وسهلا فيك في صباحنا سيد صباحكم وصباح السيد المشاهدين الله خليكم بخير والصحة والسلام نحكي عن رمضان والطلاب في بعض الطلاب عندهم حجة بدون الصيام للدراسة ونحن نحكي عن هذا الموسم كل الامتحانات اجت بشهر رمضان كفصل دراسي ثاني للطلاب وأيضا لبعض الطلاب الإنجاز بامتحان التجريبي نعم يعني سؤال من كبر رمضان بفترة بنسأل وأثناء رمضان وأكثر من الأسئلة التي تتوجه هنا موضوع رمضان وموضوع الصيام وقدرة الطلاب على الدراسة احنا بنحكي بالعكس يعني شهر رمضان شهر الخير يعني الناس طول السنة بعض الأحيان ما بيقرأوا الكرآن الكريم بالعكس بنشوف ناس في رمضان بيختموا الكرآن الكريم يعني الكدرة على إن الإنسان يقرأ موجودة وحتى في مسابقات بتصير في بعض المساجد إن في طلاب بيحفظوا جزئين وثلاثة وخمسة اختيار الوقت هذا مهم جدا يعني اختيار الوقت للدراسة في شهر رمضان نتيجة يعني خلينا كل البرامج اللي بيبطل واضح عند الناس بالصهار وبالنوم خلال النهار هو اللي عم بضرب البرنامج الدراسة مش موضوع إرهاق احنا ما بنتحدث عن إرهاق لهيك احنا في البرامج الدراسية اللي بتتعلق بشهر رمضان دائما بنختار الوقت اللي بيكون عند الإنسان طاقة كاملة للدراسة اثنين يكون في عنده نوم قبل هذا الوقت لأن النوم هو الإشي الأساسي يعني حنا بنشوف الناس المرهكة كثير في رمضان مش بسبب الجهد بالعكس الجهد اللي بيبدله هو بيبدله كل يوم يعني الوظيفة هو كل يوم بروع الوظيف إذن يعني الجسد والعضلات مهيئة للعمل اللي بيكون فيه ولكن شو الأفرق عن الموضوع الأفرق عن الموضوع إنه النوم يعني بمعنى فيه ناس أنا بعرف إنهم بتناولوا وجبة الإفطار حياناً بعد الظهر لسه مش صباح صحيح بعد الظهر برمضان بتلاقيه صار الساعة 12 تعبان طب أنت لسه بالوضع الطبيعي ما كنت ميكل بهذا الوقت هو الموضوع والكسل بعدي كمان متعلق الموضوع بكلت النوم لهيك أول يعني إشي بنحكيه لطلابنا هو النوم يعني بمفروض الطالب ينام من سبع ساعات إلى ثمان ساعات في فترة الامتحانات هاي ويكون هذا النوم بشكل كامل حتى يكون مرتاح ويقدر يسترسل المعلومات إحنا عنا الطالب لما بدرس وبقرأ ودائما نبس للطلاب هذا السؤال لو جبنا لك إجابات الامتحان على ورقة ثانية وطلبنا منك تنقلها يعني تنسخها كمان مرة كم بتأخذ منك وقت بحكي لي ثلس ساعة طالب الإنجاز مثلا بحكي لي نص ساعة إذا ما امتحان بكون قاتب الورقة يعني ناقل الورقة طب إحنا بنعطيك بالامتحان ساعتين ونص بنعطيك ثلس ساعات وفيه امتحانات ساعة ونص ليش بأخذ هذا الوقت لأننا احنا عطناك وقت للتفكير عطناك وقت لإستحضار المعلومة هسا الآن عملية الدراسة في هذا الوقت هي مش عملية حفظ هي عملية استعادة ربط المعلومات بحيث أني أنا أقدر في الامتحان أسترسلها بشكل سريع وكون عارف وين مكانها في الدماغ وفي الذكرة عندي بحيث مجرد ما أشوف السؤال تيجيني الإجابة مباشر ولكن طالب بتكون هاي القنوات الاسترسال عندها ضعيفة جدا هي المعلومة بملكها وموجودة عندها ولكن نتيجة أن فترة ما رجع هاي المعلومات بتصفف الامتحان مش قدر يجيب المعلومة وأحيانا الدماغ لما بتسأل السؤال دائماً بعطيك الإجابة ولكن خداش وقت زي ما أنت تشوفني وتقول شايفك بس مش عارفك بعد يومين ثلاث بيجي الدماغ بعطيك تقرير كامل عني بقول لك هذا اللي شوفت قبل يومين فلاني الفلاني يعني تقرير معلومات كاملة ولكن شوف خداش اعتجت وقت هسا الآن احنا بلنا طالب مستعد طالب رأي على الامتحان ماخد قسط من النوم كامل بحيث أن لأنه جو الامتحان الهدوء في الامتحان بحد ذات الهدوء في فترة الصباح مع طالب مش ماخد القسط الكافي من النوم بيعمل نعاس ومجرد ما دخل النعاس عندي الطالب بس ببلش الكسل الدماغي وبتبلش الإجابات المتضاربة والطالب مش قادر يقرأ السؤال ولا حتى يكتب الإجابة وهون بتبلش عنا مشكلة في النتائج لهيك البرنامج الصحيح في شهر رمضان هو عنا فرصة اللي هي بعد الفجر يعني بعد لصحور مباشرة لطالب طبعا نام الساعة 13 مفروض خمس ساعات كافيات بصحة من الفجر فيه يدرس من الفجر لحد الامتحانات الامتحانات اليوم على الساعة 9 يعني نحكي من الأربع للتسعة يعني فيه عنده خمس ساعات خلينا نحكي من الأربع للثمانية فيه عنده أربع ساعات دراسة فيه عنده الفترة الطلاب اللي بيقدموا امتحانات فيه عنده فترة وبعد ما يروح من المدرسة فيه نام ويدرس قبل الفطور فيه عنده ساعتين أما طلاب الإنجاز برنامجهم الآن يختلف في رمضان البرنامج طلاب التوجيهي الأفضل طبعا فيه برامج كتيرة ولكن الأفضل الآن أنا بقدر أستغل طاقت الطالب بمعنى بعد صلاة الصبح لحد الساعة ثلاثة العصر الطالب عنده في هذا الوقت اللي هو 11 ساعة عنده قدرة أن يدرس خلال هذا الوقت طبعا مش متواصل كل 40 دقيقة فيه يعمل بريك 4-5 دقائق كمان فيه يعمل بريك نص عريح حالة بمعنى يكون يتحرك كده لأنه إلى خير لأنه هو قاعد نقص الأكسجين كمان بيعمل خضران عنده بالأطراف تحت الجسم فيكون يتحرك حالة ويرد يرجع يقود المهم عنده وقت لحد الساعة ثلاثة العصر الساعة ثلاثة العصر بين كل الطالب ما تدرس يعني بمعنى بيكون هو استنزف كل طاقته ويجي معادي النوم وهاي الفترة كثير مهمة للنوم لأنه في البيت في الوضع الطبيعي بعد الساعة ثلاث بيبلش التحضير للإفطار والأخير اثنين دراسة وريحة الأكل بيمشين مشوش بها فاحنا بنفضل لنا ينام الطالب عندنا من الساعة ثلاث للساعة سبعة أربع ساعات نوم بعد الفطور وبعد ما يرتاح بعد الفطور تسعة تسعة ونص فيه كمان عنده ساعتين ونص للساعة اثناش أو ثلاث ساعات يدرس فيه خلينا نقول من التسعة لتناش ثلاث ساعات أو من التسعة ونص ساعتين ونص الساعة اثناش بنام عمليا أنا وفرت الله في النهار أربع عشر ساعة دراسة يعني هاي الفترة الصباحية الفترة المسائية والجهتين أنا وفرت الله بوقت طاقته وماخد قسط من النوم بمعنى تركيزه مرتفع وعنده قدرة على الدراسة وأنا بنصح طلاب الإنجاز لأن نهائيا أي طالب من الآن فترة الصباح بنام فيها هو في خطر لسبب لأننا نحن بنا الفترة تحديدا ما بين الساعة ثمانية لحد الساعة اثناش لازم الطالب يدرس بكل طاقته حتى يهيئ حاله ويعود دماغه على هاي الفترة وأنا بفضل أن الآن طلابنا يبلشوا في هاي المرحلة يستعينوا بامتحانات من سنوات سابقة وأسئلة ويدرب ذاكرتها في هاي المرحلة على الأسئلة بمعنى أن هذا الوقت اللي بدأ يكون فيه امتحانات دم تركيزي لازم يكون عالي فيها أما الطالب اللي يبنام نحن ما ننسى أنه بعد العيد مباشرة امتحانات التوجيه يعني بمعنى ده طالب يتعود على فترة النوم الصباح بدأ يروع على امتحان يقضيها في الامتحان عم بالثعوب وهاي يبدو سبب أما طلابنا اللي عندهم نهاية عام دراسي هلأ هذا هو الوقت بزرط طلاب الصفوف الأخرى فنفس الشي عندهم الفترة بعد الفجر فترة بعد مروح من المدرسة كمان فيه ياخد قسط من الراحة وفيه طلاب بفضلهم مباشرة يبلش يدرس احنا دائما بننصح الطلاب أنه ما تدرس وانت ناسع يعني مهم جدا أهم شيء الآن في رمضان وأكثر شيء عم بأثر على الناس كلنا مش الغذاء هو قلة النوم فدائما ياخد قسط كامل من النوم بمعنى يكون مرتاح عشان يقدر يركز في دراستها الآن في أثمان الامتحانات كمان هاي النصيحة مهمة جدا لطلابنا الآن في القلق والتوتر والخوف هو اللي عم بسيطر على حالة طلابنا اللي كثير بروحوا من الامتحانات وبشكوا من فكرة أو من موضوع أني أنا نسيت كل شيء مجرد ما شفت وركة الأسئلة أنا نسيت كل شيء هي هاي الحالة النفسية اللي لازم كمان ترتبط ما بين الطالب هاي مرتبطة نعم مرتبطة بقلة الثقة عندي الطالب بمعنى أنه هو أصلا طلع على الامتحان هو مش واثق أنه خاتم المادة فطول الطريق بيكون هو خايف يعني هو بيدخل على الامتحان هو جاهز له الحالة وهو مهيئ حالة نفسيا أننا مش قدرتي أجيب علامة كاملة ومش قدرتي أحل أسئلة الامتحان فمجرد ما يشوف الأسئلة بتفاجأ أكثر وتحديدا لما بشوف سؤال واحد ما عنده إجابة لأنا دائما بقول للطالب ريح لك نفسيا فيه شغلة كثير مهمة أنا في هذا الامتحان عندي سؤال مش عارف يا أخي حذف يعني أنا لما طالب بيجي بكل ما هو أستاذ أنا كان فيه سؤال مش عارف وهو وطرني بكل كم كان علي عشر علامات هو من التسعين هو من التسعين صحيح يعني أطيني المضمنات التسعين يعني عندك سؤال ما تخليه وترك خليه للآخر شيله من الامتحان مع ساعة اعتبر أنه مش موجود بظل عندي الباقي يعني الباقي أنا بعد ما أحلهم برجع بعدين للسؤال بيكون ما استنزف وقتي ما وطرني ما نسني لأن القلق والتوتر والخوف في الثلاث عوامل النسيان مجرد ما تطالب توتر في الامتحان مباشرة هذا الحكي بأثر علي سلبا لطلاب الإنجاز موضوع القلق والتوتر لأنه كثير منشوفه في قاعات التوجيه بكلهم حلنا لا يتعدد دقيقة في حالة حصل هذا الشيء وتحديدا أنه في بعض الأحيان بيشوف بالقاعة كلية هتوتر لما طالب بيصير يبكي لما بيشوف الأسئلة أو طالبة ولما كمان بتدخل المعلمين أو مرادل القاعة بالموضوع وبتعرف بتعاملوا مع الطلاب زي أبناء هم وبصير يدلل فيه وكذا هذا الحكي بزيد توتر الأشيء بسيط جدا اللي وثر الطالب هو الأسئلة أنا بأكل بوركتي برجع بكرسيه لورا ويش طبيعي الإنسان لما بيشاف بتقل كمية الأكسجين اللي بتطلع على الدماغ لهيك بنحس إن الإنسان مجرد ما يخلص من الخوف أول حركة بيعملها دليل إنه كان مخنوق يعني بتطلع على نفس صحيح فأنا بقول للطالب ارجع بالكرسي الورا اكلب بوركة الأسئلة دقيقة بتأخذ بأخذ نفس عميق وبطلع نفس عميق وبطلع هذا النفس أربع خمس مرات أنا غذيت الدماغ بالأكسجين الآن يجي إعادة تهيئة الذاكرة اللي جلب المعلومة بتذكر أي صورة من القرآن مثلاً حافظها بمعنى أي سؤال بسألة لذاكرتي بعيداً عن الدراسة مشان أرجع أحفزها أرجع أحفزها وأعطيها كده بعدين شو ببدأ يعني الآن كثير أنا في البرامج اللي بنعطيها بروح عند الأطفال اللي بتكون كدراتهم بسيطة بسألة سؤال عمستوان بخلي الكل سكف لابتشجع بعطيه سؤال أكبر كمان بتغلب عليه سؤال أكبر كمان بتغلب لأنه من الأول شجعتها بسألة لو أعطيتها سؤال مش من ضمن كدراتها أنا بكون قتل أكيد أستاذ إياد يعني إحنا ساعدين بسلسلة هالفوائد اللي عطتنا إياها ووجبة كتير مهمة وبنتمنى كمان الأهل والطلاب اللي يكونوا استفادوا منها وكانوا معها وإن شاء الله سيكون لنا كمان لقاءات خلال هذا الفصل شكرا كتير لإلك مدير مركز الشخص المهم أستاذ إياد حمودة ومكمل معكم مشاهدين محطاتنا الصباحية خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا فيكم مشاهديننا لأخر محطة من فلسطين هذا الصباح اليوم نتحدث فيها عن مجموعة لحن التطوعية لهذه المجموعة اللي أنشأت من طلبة جامعة بيرزيت المتطوعين لتنشئة هذه المجموعة لنتعرف اليوم على مشاهدها بالأخص في هذا الشهر شهر رمضان المبارك أكيد المجموعة الطلابية موجودة بكل جامعات الوطن أكيد عنده دائما في عنا أفكار حلوة وجيل جميل عنده دائما فكرة مش بس برمضان وفي كل وقت بس انا كمان نستغل لانه ناخد الزبدة بكل مجموعة موجودة برمضان نكمل معهم بكل الفعليات بنرحب بأي ضيف الله متطوعا بمجموعة لحن يساد صباحك وأيضا بلارا زونة صح؟ زونة يساد صباحك لارا وكل عبدو بخير رمضان كريم ونتم بألف خير أهلا وسهلا فيك يعني تعرفون عن هذه المجموعة اللي هي انشأت من العام الماضي من شهر سبعة أبرز نشاطاتها انضمامكم كمان لإلها لارا أول شي صباح الخير ورمضان كريم لجميع المشاهدين وشكرا لكم على استضافتنا اليوم دحكة عن مجموعة لحن التطوعية بداية كيف أسسنا هاي المجموعة هي دائما أنا بحب أربط فكرة مجموعتنا بالصدفة لأن احنا بلشنا صدفة مع بعض من خلال أني كنت متطوعة في دار الأمل للأحداث عشان أخذ ساعات عمل تعاوني من الجامعة وأثناء وجودي في دار الأمل حبيت أني أعمل إشي مختلف للأطفال الموجودين غير فاقترحت فكرة على المدير وحب هاي الفكرة أن نجيب عازفين ومتطوعين من الجامعة فنزلنا على جروب الطلاب وأجا مجموعة من الناس وعملنا فعالية غاد وانبسطنا بعد هاي الفعالية حبينا أن نكمل في هذا الشغل لأنه عن جد كان تأثيرها جدا إيجابي علينا من لحن موسيقي وسميناها لحن لأنه بلشنا معنا آلات موسيقية يعني عملنا إشياء للأولاد اللي غاد من هان كانت فكرتنا كل التوفيق طيب لارا كيف أنه أنتو هيك تعرفتها بعض كيف نتميته ممكن نحكي أنه بلشت على جروب على الفيسبوك أو جروب الجامعة وكيف كل واحد صار عنده فكرة أكثر بضي يضيفها في هالمجموعة بصراحة أنا وقاية صحبة من زمان يعني من أول ما دخلت للجامعة كانت دايما تقترح علي أن أروح على هالجروب يعني على جروب لحن وهيك بس مع مليش جرابت ما كانش يزبط معي فالمرة اللي زبطت معي من جميع النواحي روحت على لحن كان أول زيارة إلي عدار المسنين كانت عن جد أروح زياراتي اللي بروح فيها في حياتي يعني تعرفنا على المسنين على الأوضاع اللي عندهم غنينا معهم عزفنا لهم حتى أنا يعني عندي موهبي مثلا أني أنا بلقي قصائد وهيك فإنه بعد ما طلعنا من المدرسة ما كانش في إنا أي طريقة أنه نبرز موهبتنا ولكن من خلال لحن أنه مثلا لما رحنا على أكثر من مهرجان إلها للحن أنه مهرجان الأول والثاني وأكثر من زيارة فكان عندي فرصة أني أبين موهبتي فإنه كثير يعني منيحة لحن استفدت لنا كثير من ضمن النشطات كمان اللي نظمتوها فيه النشطات خاصة كانت لشهر رمضان واليوم الترفيه اللي نظمتوه لأطفال هم أولاد أسادة الجامعة بيرزيت يعني نبدأ حكا عن المبادرات اللي احنا عملناها في رمضان بلسنا في حملة إضحك لدنياك كانت من اقتراح لورا الاسم اللي هي عبرت تحفيزيا نوزحها على العاملين وعلى الناس فبلشنا مثلا في جامعة بيرزيت وبعدين في رمالله على السائقين الجامعة ومستمرين يعني نعمل أيام ترفيهية في الروضات نعلمهم يعملوا فوانيس ويعملوا وزينة يعني نزيد معهم والمبادرة الأكبر كانت هي تحت عنوان نزرة حبا ننشر أملان اللي هي قائمة على جمع طروض غذائية أو مبلغ من المال ونوزعها على العائلات المحتاجة فنظمنا مهرجان لحين اللي هو عشان يعني إن نجمع تبرعات بطريقة غير مباشرة يعني نبعنا تذاكر وأجانا عوائد من هاي التذاكر بس طبعا ما كانش بالمستوى المطلوب التبرعات المشارك فأنا بدأ طلب يعني من أي حدا مثلا من الجهات الرسمية أي حدا بتابعنا إننا بقدر يدعم هاي الحملة يدعمها لأنها رحض الله يمستمر لأخذ الشهر نهاية رمضان رح يصير التوزيع إن شاء الله وفي معنى كمان إننا جروبات ثانية يشتركوا معنا زي مجموعة حياة ومجموعة أوطار الخير نجتمعنا مع بعض عشان يكون تأثير هاي المبادرة أكبر علينا طيب منكمل معاك لارا بشغل إنه كدش ممكن نحن نشغل على جمع أكبر عدد من المتطوعين دائما معنا خاصة إنه زي ما حكيتي كل طالب في الجامعة بحاجة لمنبر يفرق فيه عن طاقته فيه ناس مثلا بتحب الغنى والموسيقى زي ما أنتوا لحن أنا كتير بحب أعزف فبدي مكان أعزف فيه طيب أنا ماخدك على فعالية فيه ناس مثلا بتحب القراءة فيه ناس بتحب كمان المطالعة كدش ممكن أنتوا تجذبوا قبل ما تجذبوا تبرعات تجذبوا كمان متطوعين وناس لتكون معكم بهذه المجموعة هو يعني مثلا إنه ناس بتحب القراءة وهيك فيه أنا في الجامعة نادي الكتاب حتى أنا مشتركة فيه فإنه كثير فيه طلاب بنضموا لنادي هذا بس بالنسبة مثلا للمواهب اللي بغنوا اللي بيعزفوا يعني كثير مواهب هاي ممكن قابل استعراض قدام الناس يعني هاي هاي المواهب إحنا بنركز عليها أكثر لأنه مثلا إنت واحد بيقرأ مش راح مثلا تقول إقرأ قدام الناس بس إنه مثلا واحد عنده موهب غنائية شعرية لآخر ذلك بإمكانه يفرجيها للناس ويجذب انتباههم فإحنا نستغل هاي المواهب في المهرجانات اللي بنعملها علشان اللي متبرعات ونتبرع فيه للعائلات المحتاجة فهاي الحملة اللي بتحكي عنها اللي هي برمضان إنه إحنا ركزنا على العائلات المحتاجة كثير وعياننا قائد على كل منطقة مثلا قرية هيك إنه إنت حكي لنا الناس المحتاجة فعلا مش الناس اللي هيك رياء قدام الناس فإنه إنت عرف لنا إياهم عشان نعرف إحنا وين نوصل المبلغ المناسب للمكان المناسب طب من ضمن حديثنا عن هالحملة بالذات وهي كمان للمشاهدين اللي بحبوا يشاركوكم ويشاركو بها الحملة الرمضانية طبيعة هذه الطرود اللي بحب يجهزها هل هي برفع كوبونات أو هو لازم يشتري مثلا ما تحمله أو ما يحمله هذا الطرد طبيعة ما أنتو مخصصين مثلا ماذا يجب أن يحمل الطرد طبيعة المساعدة اللي بتحب تقدموها كمان للعائلات أي إشي طبعا أي حدا بأي طريقة بقدر إنه يساعدنا يعني في هاي الحملة يعني إحنا بنرحب في هاي الفكرة سواء كان طرود غذائية سواء كان إنه عنده سوبر ماركت بحب يتبرع لنا مثلا بصنف واحد من المواد اللي عنده حدا عنده محل خضار محل خبز شبتك طايف أنا لا هاي كانت حملة يوم معاهم اللي هي طائمنا نشتغل في أزود من وظيفة بسيطة وتساعدوا كمان الناس نساعدهم ونحس بشعورهم في أثناء هذا الشغل يعني أنا كتير مبسوط للتنوع بالمجموعة تعيدكم وكتير فيها حلو لتوصلوا فيها رسالة يعني شوية أنا أتمنى كان الوقت يكون معنا أكتر وأطول إذا بدكم بس تعطونا هيك رسالة أخيرة للمجموعة وبالذات الإشي اللي بتشتغلوا عليه لتدعموا أكتر العائلات الأقل حضرة في المجتمع طبعا رسالتنا دائما نوصل في كلوبنا من خير وحب لجميع الناس المحتاجة هذا الخير لجميع الناس اللي ما بتلاكي حدا مثلا يحضنها أو يدعمها فإحنا بنحب نكون الحاضن لهذه الناس طبعا أنا بتوجه في طلب من جميع الناس بيقدروا يشاركونا جميع الناس اللي بيقدروا يدعموا حملتنا سواء كان من الطرود غذائية مبالغ مالية من خلال إنهم يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك مجموعة لحن وفي أرقام للتواصل يعني على الصفحة بقدر يتواصلوا معنا من خلالها كمان لارا شو في كلمة هيك حابة توجهها للمشاهدين مصر يعان تمام أنا بحكي إنه كلنا عندنا أشياء زايدة يعني إحنا ما حددنا الشغلات اللي زايدة عندنا مثلا في عندك مطعم تمام بيظل عنده أكل زايد فبإمكانه مثلا يتبرع فيه العائلات المحتاجة بدل ما يروح هيك هباء منثورة في عنده كل إنسان إلا ما يكون عنده فائض في شيء معين يعني فبإمكانه يستغل الفائض هذا إنه يكسب حسنات تمام وإحنا في شهر فضيل يعني عندك الحسن التضاعف لمئات الحسنات فأنا بردعو للجميع إنه عند جد إنه يستغلوا هذا الشهر أتمنى فعليا تكون الرسالة ووصلاته خدمة كمان الهدف هذه المجموعة لارا وإيا كل الشكر لكم تطوعات في مجموعة لحن لحن التطوعية سيد صباحكم كل عام تبال صباح خيرا كل المجموعة كمان يعني أنتوا سفراء المجموعة كده هي أكبر من هيك مشاهدين قبل الختام منرجع كمان بوقف ثالثة مع زمين إثنان سلام مشرقي اللي متواجد حاليا بيافا ومنحكي عن المسير البري حاليا مع المجموعة من السياح الرافضين لمهرجان الأغنية اليورو فيجين وأيضا المتواجدين للوقوف أيضا في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني صباح الخير من جديد سلام نعم أهلا علاء وأهلا نورة يسعد صباحكم من جديد ونحن في هذه الجولة يعني نجول في يافا في أزقتها القديمة في أحياءها القديمة العجمة والمنشية وكل الأحياء العربية في هذا اليوم الذي يعني فيه نهائيات مسابقة اليورو فيجين العالمية والمقاطعة والرفض لإقامة هذه الفعالية هنا يعني في تل أبيب ويعني نرصد وإياكم الأجواء يعني بدأت الحركة هنا في الشارع يعني تتفاعل مع تقدم ساعات النهار ولكن كما تحدثت سابقا هناك خيبة أمل إسرائيلية من يعني من كل الإقبال الدولي إلى تل أبيب وأريد أن أشاهد هنا وإياكم أيضا من خلال الكاميرا سوف نشاهد الآن القرية السياحية التي أقيمت خصيصا لليورو فيجين على أنقاض حي المنشية هذا الحي الذي هجر أهله عبر البحر لحي العجمي وربما تشاهدون الآن مسجد حسن بيك وهذا المسجد الواقع في نصف حي المنشية هو الآن وتحت هذا المسجد القرية السياحية المعدة خصيصا لاستقبال الوافدين في مسابقة اليورو فيجين وبالطبع إحدى أبرز الرسائل التي يقولها المقاطعون اليوم أن لا يمكن الاحتفال والاحتفاء بمسابقة يعني تدعي الإنسانية وتدعي احترام وتقبل الآخر على أنقاض حي قتل أهله وهجر البكون منه إلى أحياء أخرى وعلى أنقاض هذا الحي اليوم تقام الاحتفالات على الشاطئ احتفالا بمسابقة اليورو فيجين العالمية تشاهدون وإيانا مشاهدينا هذه الأجواء من مدينة يافا أجواء يوم الاحتفال النهائي في مسابقة اليورو فيجين التي كان لها أصداء عالمية كبيرة دعت بداية لمقاطعة إسرائيل ولعدم إقامة اليورو فيجين في إسرائيل ودعوا طبعا بالأساس المغنية الأمريكية الشهيرة مدونة إلى عدم إقامة اليوم هي تفتتح اليوم الحفل النهائي وقد دعوها إلى عدم القدوم وعدم الموافقة على إحياء في إسرائيل إلا أنها في النهاية قررت أن تحيي الحفل هنا لكن أصوات المقاطعة ما زالت متصاعدة اليوم في الثامنة والنصف أيضا موعد مع مظاهرة مناهضة لإقامة اليورو فيجين في تل أبيب والمظاهرة سوف تكون قبالة المسرح الكبير الذي يقام به الحفل النهائي بالتزامن أيضا هناك في حيفا وفي كافة المدن الكبرى أيضا مظاهرات وفعاليات رافضة لإقامة اليورو فيجين في إسرائيل وإذن نحن هنا كنا معكم من يافا اليوم في هذه التغطية المباشرة للفعاليات المناهضة لإقامة اليورو فيجين هنا في تل أبيب شكرا لك زميلتنا سلام مشرقي كنت معنا نقلت لنا صورة الأجواء وطبيعة هذه الرحلات التي ينظمها النشرطاء وذلك لدعم السياح القادمين إلى هنا إلى فلسطين التاريخية هما رفضا لإقامة هذه المصابقة العالمية وهكي يعني من نكون نحن نقلنا كمان الصورة من هناك أكيد صورة كاملة الحدث مرفوض كليا ومرفوض حتى من العديد من أوساط الفنية الأوروبية والعالمية خارطة فلسطين التي تم اختيارها منظمون الحدث في الداخل المحتل والتي نسبوها لإسرائيل هي خارطة لا تأتي في سياق القانون الدولي لأنه هنا نلغي فلسطين ونلغي خارطة فلسطين المعترفة كدولة في العالم نختتم إياكم برنامجنا على أمل إن شاء الله يكون معنا ومعكم لقاء بالغد القريب وصورة من بحر يافا إلى اللقاء أيها أيها سامع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة